في اليوم رسميا يرفع قضية بمجلس نواب الشعب وتحديدا برئيس مجلس نواب الشعب لدى المحكمة الإدارية القضية المطلب هو إيقاف تنفيذ بخصوص قرار المكتب للمجلس منعقد بـ 9 مايو القرار كان خرج يوم 14 مايو القاضي بصرف منحة قدرها 3.450 دينار خام لفائدة النواب بعنوان تكليف ومستلزمات دعم عمل النائب خلال السوداسية الأولى لسنة 2024 أسباب عديدة معناتها هي أولاً بالنسبة للمرسد هذه الزيادة الثانية في ظرف سبعة أشهر بالنسبة للنواب وهذه بالنسبة للمرسد هو فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي للميزانية والمجلة الضربية على الدخل القرار صرف منحة هذه 3.000 دينار هو الثاني ليصدر في صفة ستنائية وبصفة واجزة كان الأول كان يصدر في الثلاثة الثانية الأخير من سنة 2023 أيضاً بنفس المبلغ تقريباً 3.000 دينار وقتها بعنوان التغطية التكاليف السكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر ودسمبر 2023 يعني بحسب اسمعنا حتى تصريحات سابقة للنواب بآخرها تصريح للنائبة المساعدة رئيس البرلمان سيري مرابط أنه المصادق على أستاذ منحة شهرية أيضاً أستاذ نائية للنواب بقيمة ألف دينار ما ردوها ضرورة تفرغهم في هذه الفترة لتلك الفترة معتها منقشة الميزانية قانون المالية 2024 يعني وقتها أنه كيف كيف زادت كانت رفضت مطالب لمجلس نواب الشعب من قبل يعني هذي أعلنته رئيس الجمهورية أنه يعني رفضت طلب البرلمان لوزارة نقب بمنح نواب يعني بطاقات نقل مجانية هذه اليوم خلى أسباب عدة بالنسبة للمرصد رقابة اللي رفع بها القضية هذه أولاً يعتبر أنه يعني تواثر مثل هذه القرارات بأسناد منحة استثنائية للنواب يجعلها تفقد الصفقة الاستثنائية اللي عليها تصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب على اعتبار أنه قرارات المذكورة هذه في مخالفة صريحة لقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي الميزانية والإحكام مجلة ضريبية على الدخل أيضاً المبالغ هذه المدفوعة للأجراء عينية كانت أو نقضية تعتبر أجور وتدخل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهام الخاصة بالنسبة للمرصد أيضاً لا يمكن اعتبار في أي حال من الأحوال صرف المبالغ المذكورة من نفقات تسيير بإضافة الاستحالة تحويل اعتمادات من قسم التأجير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات تأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية هذا الاختطاع بعنوان الضريب على الدخل بالنسبة لمرصد رقابة وبناء على الشكاية اللي قدمه مخالف لمقتضيات مجلة الضريب على الدخل الأشخاص طبعيين والضريب على الشركات لمخالفته النسبة المعمول بها ومخالفة لقاعدة الخصم هذه القارات أيضاً تتزامن من ناحية أخرى مع تغاذي بالنسبة للمرصد هيكل المجلس على تطبيق مقتضيات قانون النظام الداخلي المتعلق بنشر غيابات النواب في مختلف هيكلة وذلك قد تبقى للفصلين 61 من نظامه الداخلي وعدم اتخاذ ما ينجز جرعاً غياب دون عذر شرعي وفق ما يضبطه النظام الداخلي من اقتطاع ومنحه واسترجاع مصاريفه غيره يعني أيضاً يقول أنه معتها بالنسبة للمرصد هذه المنحة هذه في وقت صعيب تعيشه الاقتصاد التونسي عديد الأسئلة يطرحها أيضاً بعد الشكاية هذه المرصد كيف يمكن تفسير هذه العملية وتكيفها قانونياً وإجرائياً وسياسياً هل هي محاولة اليوم يعني ستعابل بعض النواب وتخفيف حالة الاحتقان الداخلي وكأنه استقطاب النواب لحالة التي عيشها الاحتقان الداخلي صلب المجلس أو هي محاولة لاستغلال النفوذ لزيادة الامتيازات هذه بنسبة للنواب وبنسبة لرئيس البرلمان في محاولة استقطاب النواب لنبرشة نواب جيين ضده في عديد القوانين اليوم يتسأل وين المعطيات على عدد ساعات تخير في الجلسات العامة عدد ساعات تخير في أشغال الليجان الاستقالات والتقالبات في مستوى الكتل أيضاً ما ثم حتى رقاب وما ثم حتى معلومة على هذية الدور الذي يسلعبه النواب اليوم في الانتخابات الرئاسية الملقب الهذية في علاقة بالتسكيات وغيره بالنسبة لمرسد الرقاب اليوم يرى أنه لجابة على الأسئلة هذية وشكايته هذية تأتي في إطار أنه مزيد من الشافية والاستقامة والالتزام خاصاً قبيلة للانتخابات الاستحقاق الانتخابي هذية هذه الشكاية تصبت ابتسام رسمياً طبعاً بالنسبة للمرسد والجدير بالذكر أنه كانت سابقة أنه سبق أنه تم رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في 2012 عندما كان هناك مجلس التأسيسي وقتها ترفعت قضية بنفس تقريباً بنفس الكيفية ضد قرار في مادة في توقيف التنفيذ صدر عن المحكمة الإدارية باسم الشعب التونسي تقدم بها مواطن وقتها ناجي للبكوش بتاريخ 18 أكتوبة 2012 المتعلق بإسناد منح لأعضاء المجلس الوطن التأسيسي والممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية هذه المرة الثانية تقريباً في 12 سنة اللي معات المحكمة الإدارية تتلقى مطلب كما ذايا بإيقاف تنفيذ قرارات المنحة الاستثنائية وقت تم اعتمادها كالكسوا في المرة أولى في 3000 دينار أول 1000 دينار منحة العمل أو 3000 دينار هذه الخريم تعلق السوداسي الأول لسنة 2024 برشة جدلة صارت وشفنا حتى نواب دافعة برشة نواب دافعة للمنحة هذه وأنها يعتبرها من حقهم وحتى يعني دافوا حد في المنابر العالمية أنه لا هذه من حقهم ويكفلها القانون بينما اليوم بالنسبة للمرسد هذه مخالفة صريحة للقانون مخالفة صريحة للنظام الداخلي ومخالفة صريحة لقانون أيضاً الميزاني وبنان عليه قانون الأساسي للميزاني مخالفة صريحة للمنحة